السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمود احمد نهاردة هنتكلم عن الاستخدام اللي انا بستخدمها في الفيس كود او الاستخدام الخاصة ببيسون والجانجو اللي انا مسطبة عندي وبتساعدنا في الشغل علشان خاطر اغلب الناس سألت الناس اللي بتابع الكورس بتاعتي او الكورسات بتاعتي بتسأل الاسؤال ده طيب اول حاجة خالص انت هتلاقيني في اكتر من كورس بستخدم كذا ايديتور يعني انت ممكن تلاقي حتى عندي هنا مسطبة بالسبلايم والفيس كود والبيتشورم تمام وكان في ايديتور زي تاني طب ليه انا مسطبة بكل دول لان انا ممكن اكون اوقات يعني في اتهم كمان موجود ممكن انا اوقات احتاج افتح مشروعين في نفس الوقت وكده التانية حاجة ان انا استخدمتهم كلهم قبل كده في مراحل حياتي يعني جالي فترة استخدمت سبلايم وبعد كده اتجهت الاتهم وبعد كده اتجهت البيتشورم وهو حاليا اللي اعتبر الافضل بالنسبالي او اللي انا حاليا باستخدمه في اكتر مشاريعي طيب والبيتشورم لا البيتشورم مميز جدا انا باستخدمه يعني اكتر استخدماته بالنسبالي في شغل الديسك توب لان انا عشان استخدمه في الوب ويبقى قاوم معايا قوي احتاج النسخة المدفوعة لو انت طالب فيه طريقة كويسة ان انت تجيبه من علماءكو على البتاع البيتشورم تجيبه مجاني عشان انت طالب لكن انا مش طالب فالفكرة بالنسبالي عشان انا اجيب البروفيشنال محتاج اشتريه فانا ايه ما اشترتهوش وشغال بالكوميونيتي طيب الفكرة دولياتي في ليه مش باستخدم البيتشورم البيتشورم انت لما بتيجي تفتحه بياخد وقت على ما بيفتح وبياخد وقت على ما بيلود الانفيرومنت بتاعتك بكل الاكستنشنز حتى انت لو لو حاست قوله ما تفتح تستخدم البيتشورم لو انت مهتم اكثر بحاجات زي الديباجينج الحاجات اللي هي بتفرق الانفيرومنت اللي انت بتشتغل به طيب فانا ممكن استخدم البيتشورم ليه حاجات كويه جدا حتى الجيت هوب والسيكو والسيرف والحاجات دي اه لها اكستنشنز عن فيس كود لكن لازلت في البيتشورم قوية جدا 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 عن الاكستنشنز كمان اللي موجوده في الفيس كود طيب يبقى انا دلوقتي كشغل ويب ديفلومنت اغلب شغلي عشان انا مش شاري النسخة المدفوعة مش نستخدم البيتشورم لكن لو انت كم مع النسخة المدفوعة كنت هستخدم البيتشورم طيب خلينا نفتح كده البيتشورم وطبعا عاوز اقولك ان الاستخدام بتاعه كلهم يكاد يكون واحد خلينا بس افد المشروع المفتوح ده فالاستخدام بتاعهم كلهم يكاد يكون واحد فانت انت بينك وبين نفسك لما تيجي تلقيني في كورس بطبق حاجة او انت بتستخدم حاجة تانية عادي طبق وراية بالاديتور المفضل ليك يعني انا بستخدم بيتشورم حتى لو انا بذاكر من كورس انجليش يعني اللي في الكورس مستخدم اي حاجة تانية انا بستخدم برضو بطبع على الفيس كود فأي أن كان اللي بشرح أنا بطبق أوراة بالإيديتور المفضل بتاعها أنت كذلك أنت طبق أوراية بالإيديتور اللي أنت حابه أو اللي أنت شغال به طيب إيه هي الأكستنشن اللي أنا مستطبة في الفيس كود اللي يعتبر كويسة أنا هدخل هنسيرش ببيسون وهنسيرش بجانجو وهوري لك التلاتة أربعة أكستنشن اللي أنا مستطبهم ودول بيعملولي أكتر اللي أنا عاوزه يعني أنا حابب المحاضرة القومة تم أكتر ببيسون والجانجو فهنشيل إنستولو دي وهنكتب مثلا بايسون فلو أنت كتبت بايسون هيجيب لك الاكستنشنز بتاع بايسون اللي موجودة اللي جنبه موجود جنبها الترس دي يبقى أنا ستبتها أول حاجة لبيسون اللي بيجيب لك اللنتنج والدباجنج اللنتنج ممكن إحنا مش موضوع المحاضرة قوي بس إحنا هنمكلم قلنا فيديو وبنتكلم على اللنترز في بايسون هتلاقيه إن شاء الله في الكورش بتاع المستوى المتوسط ببيسون هينزل قريب هنا التكلم فيه عن اللنترز وايه فيايدتهم لو انت عاوز تحسن طريق كتابتك في الكود تمام؟؟ وطبعا مستطب بايسون فور فيس كود ومستطب الاكستنشن باكتج فشوية حاجات كويسة بذل يعتبرو المهمين في بايسون بايسون فور فيس كود وبايسون بايسون اكستنشن باكت طيب لو أنا شغال الجانجو والالكستنشن بتاع الجانجو كوي جدا وبتسال عليك حاجة كتير زي امبورتو كدة فنت تجليه المستطب كتير تلا عندك جانجو ده اللي بيصابورت جانجو على طول وعندك جانجو ده تيمبلتز بيصابورت ان انت لو شغال في التيمبلتز تغرف تتعامل مع اللوبس وكل حاجة وبرضه تحت جانجو تيمبلتز بيادى نفس الغرض بس يمكن عشان ممكن تلا واحد فيهم مبيجي بيجيب لك كل الفيلترز مش بيجيب لك كل التيمبلت لانجوج والتاني بيباكب منورات فبتلاقيه لو انت سبط الاتنين هتلاقيه كل حاجة متاحة بالنيس بالك طيب الجانجو سنبتز ده عشان خطر لو انت مسلا اا اا فنكشن معينة حاجات اكواد معينة موجودة جوه 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 الفريمورك بتاع جانجو نفسه بتجيبهالك بالشارح بتاعه بتبقى انت شايف دينيه هزيه حتى انت لو ضغطت عليه هيجيبلك هنا الفيتشورز بتعامل مع المودلز والمودل ادمن وشار فيلد بكل الحاجات البيلت اين دي هو بيجيبهالك جهزة على طول يجيبهالك ويجيبلك دول كل الفيتشورز بتاعه طيب الجانجو بس نابس فر في اس كود هتلابه يجيبلك شوية حاجات آآ برضو جوه الفريمورك تمام وده اللي اختصارات بتاعيادها تمام وطبعا هتلاقي ده بيصبرت حاجات كتير قوي اكتر كمان من الجانجو سنابتس بس انا مستطب الاثنين عشان برضو ايه لو احتاجت حاجة معينة وهو في واحد فيهم مش جايبة التاني يجيبها لك عادي طيب الجانجو والثيم ده ده عشان خاطر الثيم فما تشغلش بالك انت بيه عشان يجيب لك الشكل الثيم ده لكن هو مش اكستنشن كوية يعني تصدمها لأ طيب احنا عندنا الجانجو دي الاكستنشن اساسية والجانجو اللي تحتاج دي اللي ايه بتصببورت والتمبلتس والتمبلتس والشوية حاجات كمان طيب وبعد كده عندك الجانجو تمبلتس والسنيبتس والجانجونير ده اللي هو الجانجو سنابتس ده اللي اعتبر اكترهم ويمكن اقولت لك هم قويين جدا ان مش عارف لو انت متابع شرحة ليه هتعرف قوتهم يعني احنا لو فتحنا اي ملف موضل زدوب بي واي وجينا نكرية احنا اي موضل يعني مثلا هكاريت موضل احسنها مثلا برودوكت فهم ايه لانا بس فهم انت ام كابتل او دي بنتعرف ان هي موضل شوف بيجيب لك انا الشار حتى انت بنزل تحت هتلاقي ده هوا موضلز دوت موضل وده كلاس موضل اف دي جانجو وبيجيب لك شكل الزي زي ولو انت ضغطت عليها شوف كريت لك موضل بالميتة اوبشنز طب لو انت لحزت ان انا لما كنت خلنا نعمل لما كنت عامل كده كان جيلا اكتر من يعه مسلا اول واحدة ده اوبشن هو موجود وده الشكل تاني اللي بعد هو اوبشن وده الشكل تالت واحد برضو اوبشن وده الشكل تاب دول التلاتة جيب منين ده عشان احنا مستطبين اكتر من اكستنشن فكل واحد بيجيب لك الموضل بتاعته فيهم الفكرة ده غير الاولان ده اللي همش عرف لو اند ضغطت عليه برضو بينفز هوا بيجيب لك او شكله معين للكود فانت كلهم هيعطولك الامكانين بتعمل اللي انت عاوزه فلو انت كملت ايه هتلاقي عندك ده الشكل هو وده اعتبر افضل ومن وجهة نظر لانه جايب الاس تغار وجايب الميتا اوبشنز تغط انتر هتلاقي مكريتلك طب انت كاتب مسلا تلاقي على طول عمال لك هو ايدت تحت في الوربوس نيم والوربوس نيم برولر وجايب لك الاس تغار فاضي عشان انت تكتب فاللي انت عاوزه وده التابس تابل عشان لو انت عاوز تحدد اسم كده وده في التابس ايه فطبعا انا مراكمندش الحتة دي دلوقتي ومانش دي برضو مش موضوعنا بس فيبقى انت عاملك الاسكيلتون كهذا اتعرفت اشتغل على طول تاهمني طيب ده غير طبعا لو انت روحت الملف زي التيمبلتس ممكن احنا تعالي نجيب التيمبلتس في اي حاجة من الحاجات دي فلو انت جيت هنا في التيمبلتس ان هنزل تحت وجيت انت مسلا عاوزه تعمل فور فشوف انت كاتب فور تليه جايب لك هو فور من جانجو تيمبلتس اهو واجيب لك شكلها واللي تحته برضو كزلك بس ده في شايف اللي فوق جاي من جانجو تيمبلتس لكن التاني جاي من اين من ده جانج نيرو ده اللي هو اللي انا شوفناه من شوية فلو دغطت كده هتلاقيه مكمل لك الفور وتكتب اللي انت عاوزه وبيت برضو الحاجات اللي جواه الفريمورك يعني انت لو في ملف الادمن او انت مسلا في ملف الادمن وجاي هنا عاوزه تعمل ترجستر شوف بهم كتب رجستر وانتر يوم هم كملك لك الحتة بتاع الرجستر طيب لو انا عايز عامل موضل ادمن وهو ما انا عامل ايه ام كابتل موضل وبتكمل حرف الايه فتقول لك ادمن دك موضل ادمن واجيب لك كل حاجة ولو ضغط انتر يوم هو عاملها لك بل الرجستر بتاع تهم الفكر ازاي دي فايدة الاكستنشنز ولو انت اكيد متابع مع اي كرس من كرشات اتعرف ان انا باستخدمها ازاي في قوتها وكده تمام اتمنى الفيديو يكون واضح للناس طبعا في اكستنشنز تانية في الفيس كود استخداماتها كويه قوي انا كنت بس حاجة بيبقى جيب الحتة بتاع البايسون والجانجو لكن في اكستنشنز تانية كويه جدا زي حتة بتاع التو دو مورك داون دي دي اكستنشن كويه جدا او المورك داون تو دو مبتقى شغال في مشروع بتكتب كل التو دو لسس اللي انت عاوز تعملها وهو انت في الكود بتعرف انك ايه تتشك على اللي انت عملتها وطبعا في اكستنشنز تانية كتير يمكن ايبقى لها فيديو مخصص بالاكستنشنز الكوية او اللي انت يفاضل تستخدمه في الفيس كود لكن انا كنت عاوز الكلام عن طبع بايسون والجانجو بس من الفيديو يكون واضح وحاول انك ما تستخدمهمش لو انت لسه جديد على الفريومورك لانك لازم انت عارف تستخدمه كويس لكن لما ايدك تبقى اغضف الكود وتعرف تتعامل كويس استخدمهم عشان هم هيقللوا عليك وقت الديفلوبمينت للنص يعني انت لو بتكود وماشه ياخد مئة ساعة لو انت عندك سوية اكستنشنز كويسين ممكن تعرف تخلصه في ستين ساعة او خمسين ساعة لو انت تعرف تستخدمهم كويس طيب شايفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي كان معاكم محمود احمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا